هم نقطة ضعفك يوسف و سندرا طبعا طبعا ازاي؟ منين؟ انا عاطفي شوية وانتي كده ربنا يفرحك بولادك واحفادك ويحافظ عليهم ويبعد عنهم كل شر صمرة الحياة هم صمرة الحياة فصمرة الحياة غالية زي كلام حضرتك اللي قلتيه في الاول لما بتشوفي حد بيكبر وبيتبني قدامك وجي من لاشئ دي نعمة يعني هو نفح هدية من عند ربنا وربنا اللي شايل كل حاج فتحسي فيه هدايا دي دول هدايا في الحياة فكون انك تشوفيهم وترأبيهم وهم بيكبروا وبيتكونوا وباخدين حتة منك مشاعر لا توصف مهما عادنا نوصفها يعني هقول ايه حسيس ما تتوصفش احسيس ما تتوصفش لكن احسيس غالية قوي قوي يعني هدايا ثمرة حياة انا بقول دول ثمرة حياة فربنا يحفظهم كلهم ويفرح كل الناس بولدهم امين يا رب العالمين